احنا ما زلنا في يوم السبت بنمشي طريق السعادة مع أصحاب السعادة اللي هم الزوجين وفي حياة كده كأنها من سنن الحياة انت قادر تشوف لغاية فين فكرة انت قادر تشوف لغاية فين هي اللي بتخلي الواحد حاسس بالوسع حاسس بالحياة وساعات هي اللي بتخليه يحس قد ايه هو جاي ويصير في طريق جديد لو في ضباب في عدم رؤية في الغالب ما بيقدرش يمشي انا شفت كتير من المتزوجين او المقبلين على الزواج عندهم حاجة مخاوف كتير فعادت حل الوداء هما اللي هوا خافوا دي جاي منين مع ان الله سبحانه وتعالى قال ومين اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الي يعني انت ممدود يعني انت الجواز دوت نعمة من نعم ربنا طب ايه اللي بيحصل للناس وتيجي كل المخاوف دي انا شفت ان المخاوف لها سبب مهم اوي اعدت مع اتنين مقبلين على الزواج فحصل حاجة غريبة اوي لقيت لما سألتهم انتوا عايزين ايه من الجواز كل واحد قال كلام بعيد عن التاني تماما واحد قال انا عايز اتجوز عشان في الحقيقة ده شرع ربنا ويقالت انا عايز اتجوز لان في الحقيقة انا محتاجة احب واتحب طيب انتوا متصورين لما تتجوزوا هتحققوا ايه فقالوا لي والله هو اللي هو متجوز عشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى قالوا والله انا متصور ان انا هبقى في مكان فيه قلفة وفيه مودة ورحمة طيب وحضرتك قالتلي والله انا متصورة ان انا طول الوقت الاقي حد حاسس بيا ويحن علي ويطبطب علي قلتولهم بس دي احوال انتوا عايزين تحققوا ويمني الجواز ده فاكتشفت المشكلة اكتشفت المشكلة اللي بتخلي المتجوزين اول ما يتجوزوا بعد شهر اتنين سنة بالكتير بيبقى كل واحد في جزيرة منفصلة عن التاني ليه؟ لان الواحد لما بيدخل على الجواز من غير رؤية تلاقي الجواز كأنه تلاقيه هو لما يتجوز كده كأنه عمل حادثة اول ما دخل البيت كده وإيه اللي حصل دخل البيت وتقفل عليهم الباب يحس انه انا ايه اللي جابني هنا انا عينة ليه فيحس انه هو فعلا عمل حادثة فمش شايف اللي قدامه طب تاني يوم عنيعمل ايه؟ تاني يوم جوازة عنيعمل ايه؟ اقول لا يطلع في ايدينا بقى يطلع اللي في ايدينا نتخانق مع بعض يطلع اللي في ايدينا نهاجم بعض في الاخر خلص احنا ما عندناش رؤية فيعمل اي حاجة خلي بالكم ان الرؤية بترشدنا ولذلك الرؤية دي مش بتاعت الناس الحالمين الفضيين الناس اللي عندهم فائد ادارة فجايين يعملوا رؤية فيجن للجواز ابدا لازم الرؤية دي تكون موجودة في حياتنا والرؤية دي اللي بتخلينا تشوف الحاجة بوسع لما ييجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حياتنا الزوجية فيتكلم عن حياتنا الزوجية بوسع ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما ييجي يتكلم على الشخص يقول انظر اليها خلي عندك رؤية لما تشوفها خلي رؤيتك واسعة وشوف هي هتوصل معاك لغاية فين ليه لان الرؤية في الحياة الزوجية بترشدنا الى ان حاجة مهمة اوي ان حسن النواية ما بيكفيش في الجواز ولذلك لنقى اتنين طيبين ولاد حلال زي ما بيقولوا يعني ابن الجامع وبنت الجامع الناس فلة فلة الناس اخلاقهم عالية جدا جدا لكن ايه اللي حاصل هم واتجوزوا كمان عن حب بس هم مطلق بطين وبيخبطوا في بع عشان ما فيش رؤية كل واحد عايز يروح يحقق اللي هو عايزه زي بالزبط في واحد عايز يخلي اولاده متفوقين في واحد عايز يخلي اولاده سعدة فالاتنين يحس انهما بيتعرضوا مع بعضه وتبقى خناقات لرب السماء بينهم وبين بعض زي حد بيقول احنا اتجوزنا عشان نتبسط واحدة التانية بتقولوا لا احنا اتجوزنا عشان نترقى ايه هنعمل ايه بعد خمس سنين عن اعمل ايه بعد عشر سنين ويفضلوا يتكلموا انتي ليه بتعملي كده ما تسبينا نسعد شوية مع بعض ده سببه كمان عدم وجود رؤية واضحة في ناس بتدخل الجواز ونفسيتها 100-100 وفي نص الجواز نفضل نفسيتها تنزل 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 تلاقي بعد سنة أولى جواز بقى نفسيتها 60% 55% 40% ليه بيحصل ده عشان تم استهلكهم لانهم مشوا في مسارات بعيد عن الرؤية بتاعتهم لانهم ما كانش عندهم رؤية فبيستهلكوا زواتهم والاصل ان فترة الخطوبة دي موضوعة عشان نقدر نتفق على ازاي نعد رؤية مع بعض مشتركة عشان نعيش بيها خلي بالكم الرؤية المشتركة مش معناها ان واحد يتنازل عن أهدافه وأحلامه في الجواز من أجل الآخر دي حلوة الرؤية لما تكون بتجمع ما بين أشكال وألوان متعددة فكل واحد فينا يبقى قيمة إضافية لآخر طب يعني ايه رؤية بقى الرؤية عندي عندي أنا بتتكون من الراء وهي معناها رأي والهمزة يعني اشتراك والياء يعني يسر والتاء يعني تكامل فالرؤية عندي هو رأي مشترك يؤدي إلى يسر الحياة وتكاملها يبقى احنا عنفكر مع بعض ايه اللي ممكن نشترك فيه عشان يخلي حياتنا يسيرة ومليانة تكامل اشتركوا في القناة